اشتركوا في القناة بحرين الشقيقة أن نرفع أسماء آيات التهاني وإزكى التبريكات سائلين العلي القدير أن يحفظ جلالته ولي عهد الأمين والأسر الحاكمة العزيزة وأن ينعم على شعب البحرين الشقيق في ظل قيادته الحكيمة بالخير والعز والأمن والرخاء بالتأكيد هذه الذكرى كما تفضلتي وذكرت سيادتك هي ذكرى عزيزة على قلب كل مصري لأن الصلاة والعلاقات التي تربط البلدين الشقيقين هي صلاة متجذرة وعميقة وتعود على الأقل إلى المائة عام الماضية وبالتأكيد أيضا الكل يقدر ويثمن كثيرا قدر الكبير من الإنجازات الذي تحقق خلال العهد الزاهر لجلالة الملك حفظه الله بمنسبة الإختفال باليوم الوطني للمملكة البحرين يسعدني أن أبعث إلى جلالة الملك وسمو ولي أحد عيس الوزراء وإلى الشعب البحري من فرنسا كل تمانيتي بالنجاح والإزدهار كانت سنة 2022 ممتزة جدا وهافلة بالأحدث والفعاليات أذكر على سبيل المثال زيارة البابا نجاح المسار الانتخابي حوار ماناما مهرد البحرين للطيران وخيرها أود أن أهنئ قيادة مملكة البحرين حكومة وشعبا بمناسبة اليوم الوطني البحريني لقد كانت ألمانيا من أوائل الدول التي لحظت البحرين وبدأت معها علاقات دبلوماسية والتي يتم الاحتفال بها هذا العام ونحن نتطلع إلى تعاون مستقبلي فلدينا روابط اقتصادية وثقافية قوية ونتطلع إلى تعزيزها وتطوير الاستثمار الألماني البحريني والتبادل التجاري كما نبحث نقاط التعاون المشترك مملكة البحرين تحتفل بعيدها الوطني وذكرى تولي صاحب الجلالة الملك المعظم مقاليد الحكم فيسرني في هذه المناسبة السعيدة أن أنقل بالنيابة عن القيادة الباكستانية أحرى التهني وتبركات لجلالته وإلى صاحب السمو ولي العهد وإلى شعب مملكة البحرين لقد حققت مملكة البحرين مساعي وطنية كبيرة وتطورات اقتصادية اجتماعية ملحوظة في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم وولي العهد أكبر مملكة البحرين لغاية البحرين بعيدنا جزياء حسنت الأعضاء حسنت من فترة